البعض بيقول فيه طبعاً البعض معتدل ولكن فيه جزء للأسف بيشوف أنه الضرب في أمور متعلقة بالصلاة وبالدين مشروع ولأنه شايف أنه دلوقتي الدنيا والظروف والبيئة المحيطة بنا بالعكس أنها بتلهي أكتر والسوشيال ميديا مواقع تواصل الاجتماعي والإنترنت شوية ممكن يمثل تحدي بالنسبة للأطفال أنه هما نقدر نفاهمهم تعليم دينهم فيه جزء تاني شايف أنه لأ أنا ما أقدرش لا إكراها في الدين بالراحة أنا مش هقول له صلي أنا مش هقول لها صلي مش هقدر أقول لها حاجة هي هتصلي لوحدها أو هو هيصلي لوحده من غير ما لأعنف ولا أنا هنصح إيه الصح؟ يعني حضرتك سألت سؤال جميل جداً لتنخطأ بمعنى حضرتك أنا دوري إيه؟ دوري الأب أو الأم دوري الأب مربي ما هو مستخدم ست تربية تلاتة ميم ميم مربي اللي هو الأب والأم ميم مدرسة ميم مسجد هو الأب والأم سبعين في المية أساس من أساس التربية لذلك لما بنتكلم حضرتك بتقولي واحد هيضرب أولاده عشان يصلوا وهيضربهم عشان يحفظوا القرآن هو ده من الدين؟ لا مش من الدين ما عملوش حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تخيالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وهو شيل ستنا أمامة بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ستنا السيدة زينب كان بقف يشيلها وهي طفلة صغيرة طيب أم كان بيسمع صوت بكاء الأطفال في الصلاة كان بيعمل كان بيطول ولا بيخفف بخفف حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا النبي كان رحمة صلى الله عليه وسلم تخيلي كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قالت عمري سيدنا النبي ما ضرب حد هجنى واضرب ولادي ما فيش الأسلوب ده لذلك حتى في القرآن بقول لحضرتك سورة سيدنا لكمان أو شوفي بقى تواصل الأب مع ابنه سيدنا لكمان ده كان نبي وقاعد جنبه ابنه كده فبيعلمه بربيه ليس سيبوا برحته لا اكراها في الدين ان شاء الله ما صليت لا 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 يبقى كده هو مش اب دور الأبوة معلم مربي قدوة ماهولادنا هيقتدوا بالأب والأم الموجودين